موسيقى هبدأ الحلقة النهاردة بيسعد مساك هقول لكم لي عشان بداية النجاح وبداية الجمال في انك تقدر ازاي تحافظ على جمالك لبنان واحدة من اهم الدول في العالم معروف عنها انها بلد الجمال والموضة البلد دي بتعرف ازاي تعمل مزيج بين الحضارة الشرقية والغربية وده بينعكس بشكل واضح على فن التجميل بيروت العاصمة بقت مركز عالمي لأحدث صيحات الموضة والجمال والنهاردة هتكلم عن جمال مختلف تماما رحت جبتها لكم اللبنان وجيت على طول النهاردة منورني دي فيه استاذ عبدالله زفر السعيد مؤسس ورئيس مجلس ادارة لبنيز إليت بيوتي منورني يا استاذ عبدالله سعد مساكي ومتشرف ان احنا معك بالحلقة هون هذا بزيد لانا كمان جمال انت منورني النهاردة تسلمين نزويك احنا جبنا لبنان كلها النهاردة صح؟ صح وجايين بقى عايزين نبقى ازاي بقى نتعلم من لبنان الجمال والله احنا بداية مثل ما قالت ما في زيد على مقدمتك الحلوة هيدي اللي حكيتيها من بيروت ست الدني لمصر أم الدني مثل زي ما هو النيل شريان مصر الحيوة هو الشريان الطبيعي والاقتصادي للدول العربية كلها وللانتشار فنحنا نعرف دايش الشعب المصري كمان بيحب الجمال وبيحب لبنان فقالنا نختصر المسافة نحنا نجي لعنده ايوه وجبنا نحنا جبنا فكرة حلوة جديدة على مصر عنا نحنا كالليبانيز اليت بيوتي سنتر اند كلينيك نحنا مركز متكامل يتعلق بالجمال من الالف الى الياء من بيوتي سنتر بيضافة الى كلينيكس والبيوتي سنتر من قد اكتر من 28 خدمة بيضافة الى بردكت خاصة من لبنان اللي هي خانة صابون بدر حسون اللي هو اهم منتج واهم مصنع يعتبر بالشرر الاوسط والعالم وكان في فيديو حضرتك ونصوره في المصنع ده للمصدقية صحيح مزبوط صحيح ممكن طيب لحد ما يجهزوه حضرتك ممكن تكلمني عن انواع الصابون هو تميز خوي اسمه خانة صابون بس هو مباش صابون هو يعتبر منتجات كل شيء له علاقة بالبادي كير والهير كير والسكين كير كلها اورجانيك وناتشيرل برودكت نحنا يعتبر هي موجودة في لبنان هي قرية بيئية تزرع الاعشاب وتقطف الاعشاب وتعصر وتقطر وكله الى مختبراته هاي دي كلها كلها ناتشيرل وارجانيك يتميز بالزيوت العطرية المنتجات العنية بالبشرة التفتيح التعالج مشاكل الحساسية الترطيب من الف الى الياء يعني حتى عندهم مور اكتر من 1400 صنف صابون صحي 100% صح اورجانيك 100% مخوش اي حاجة ورحته نفازة جدا رحته حلوة جدا طيب لو هنتكلم عن المنتج التاني نحنا منتجات يعني عندي مثلا في مجموعة اسمه مجموعة هاي العنية بالبشرة والسكينكير هاي دي تعتبر مؤخرة لعملية الشيخوخة لانه فيها شجرة اللبان هاي دي الشجرة هي بتشتغل عملية تنشيط الدورة الدموية وتنشيط الخلايا وبتعمل وشد ونظارة دايمة هاي دي جي مجموعة من غسول لسكراب لسيروم ولالكريم تابعة خلاص بقى نبعد بقى عن فكرة الحقن والشكشكة والحاجات دي كلها وبقت كل حاجة طبيعية نقدر نستخدمها صحيح دا هنا انت كنت بتشرح عن طريقة عصر الاعشاب نعم كيف تعصر الاعشاب وتقدر صحيح جماعة كل اللي احنا شايفينه دوت هو بيروح يصور لنا وبيجيب لنا المنتجات من هناك لحتى عندنا هنا في مصر علشان نقدر نحافظ على جمالنا بدل بقى ايه ما احنا نسافر ونروح لأهم جملة حد هنا صحيح نقدر نتوصل معاهم العنوان بتاعهم كمان موجود معانا على الشاشة لبانيز ايليت كمان تميز كمان بمجموعة الروزميري اللي بتعالج مشكلة تساقط الشعر معروف بالاضافة انها هي بشرع البيبي هير بتتنبت الشعر البيبي هير الصغير بتطول الشعر اربع ضعف الشعر الطبيعي بتجي مجموعة متكاملة هي مميزين فيها جدا جدا هادي الروزميري كمان تزرع في القرية البيئية في لبنان كل حاجة طبيعية مية في المية مية في المية حتى وارجانيك اه عضوية اكتر من طبيعية يعني فكرة ان احنا نحط مواد كيميائية دي مش موجودة صحيح ودي احسن حاجة هو اكتر شيء اللي بيأثر حتى عن موضوع الجسم هو معروف عن لبنان اصلا الريحة الحلوة صحا دايما في كل حاجة ففكرة كمان ان المنتجات انتو بتحطوا فيها مواد طبيعية صحيح بحيطها حلوة فبتخلينا فعلا نستخدم الحاجة بعيدا عن المنتجات الاورجانيكة تانية اللي بتحس ان حتى فيه ان انا تميز متل كنا عم نحكي عن موضوع اللوشنش هاي الاخضر والليونجراس هيدي هيدي ريحة خطيرة خطيرة هو كمان يستعمل مع مجموعة اللي عندي اللي بتشيل الكلاف والنمش والبوع السوداء بتفتحها خلاص بقى مفيش ليزر تاني بعض النهاردة معنا كل المنتجات موجودة على الشاشة طيب المجموعة الثالثة هي عندي مجموعة كنا عم نحكي على فكرة اللي عندي مثلا خلطة الملكية بالكركم الكركم مع زيت الزيتون والعسل هنا البيس فورمولة تبعتنا هي زيت زيتون وعسل انا حتى مصاميين اسامي حلو قوي يعني الخلطة الملكية صح اخليك ازاي كوين في نفسك ملكة ملكة صحية هي كتير ناس بتعاني من حتى اللي بيروحوا على البحر من الشمس حتى لأمور لكل البنوتات اللي بتستعد للجواز على لبنيت لبنيت على طول على طول بجد اللي بتعاني اللي عندهم مشاكل بالدارك اريا حتى عندي الحساسي بجسم تستخدم حتى بيستخدم للكلف بعد الولادي اللي بيصير عند حالات المدامات بعد الولادي بيصير عندهم انكلف حتى بيشيلها هيدي خلاص كل حاجة طبيعي طبيعي مش هنحفر عمليات بس اكيد بدنا نطول بالنا شوي اه اكيد الحاجات المواد الطبيعية علشان طبيعية فبتاخد وقت بس منوصل لنتيجة حلو صحيح بدون اي عوارض جانبية صحيح حتى البشرات الحساسي ما بتأثر عليها مزبوط بالمناسبة لبني زيليت عندهم كل حاجة وعندهم كمان كلانك هم ناس متخصصين في كل حاجة يعني هم فول اوبشن عارفين فكرة ان انتم فول اوبشن تلاتة في واحد كل حاجة بجد عندهم فكرة ان هم زي بيهتموا بالبشرة ازاي بيهتموا بالبضي صح ازاي بنهتم بشعرنا اه وحتى كمان فكرة الليزر والسكن والحاجات دي لانها بتختلف من اماكن للتانية فهم متخصصين في كل كل حاجة عقيبا على كلمك حضرتك نحن عنا اكتر من 28 خدمة في المكان فعلى زي ما نتكلم عنهم بدنا حلقات لنقدر نحكي عن الخدمات اه احنا عايزين نتكلم عن حاجات كتير صح فممكن بكرة ان شاء الله اذا صار لقدم نقدر اعملنا حلقات اخرى نقدر نشرح مظبوط للمشاهدين اكيد اكيد طبعا معينا فيديو تاني ممكن نشوفوه ده اه الصابون اه سوري البرفان زيت العطري صح ده اشهر حاجة صح كانت موجودة وترند ازاي جبتها هي هي ازاي عندك جماعة انا 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 بجد شميت الريحة بتاعته تحف هايدي عملة تألبان على الرأي المصريين أه عملة تألبان نفسا زاكت الدنيا خاصة محمد رمضان فهو يعتبر يعني من الناس لاخان الصابون يعتبر دائما معهم يجرب منتجاتهم كتير كتير مبسط فيها فهو يعتبر هذا عطره يعني هو دخل ومصري يعتبر دخل مع محمد رمضان يضافي لصابون تدهب اللي عنا اللي هو كمان محمد رمضان تصور معه قبل فعنا كمان منتجات فعلا مميزة بخان الصابون فيه أكثر 1400 صنف متل ما حكينا وفيه أكثر 18 نوع زيت عطري كلهم مختلفين وكلهم يعني كل شخصية فعلا تكون في نوع زيت عطري معه معه لأنه كل حطر الزيوت اللي عنا هي تعتبر تلاتي بواحد منه ترطيب ونعومة بنفس الوقت ويضافي للعطر مش اللي هي بتنشي في البشرة أو بتعمل بقع في البشرة بالعكس بترطب بترطب البشرة وحتى هدي يعني بتضلع الجسم أكتر من 24 ساعة مسامات بتنتصة وبصير إفرازات الجسم تطلع نفس العطر نفس العطر اللي يوضع لأنه ما فيه كيميكولز فبا بيتأثر مع الجسم بياخد نفس ريحة العطر نفسها بما أنه نحن خلاص في آخر السنة اللي بتتجوز واللي بتتخطب والفالنتين جاي وكل المناسبات الحلوة جاية وكل واحد دي هادي مراته ويوديها لبنيز إليت بجد هنظر السوشيال ميديا بتاعتهم اللي موجودة دلوقتي مش محتاجة أنك أنت تسافري لبنان خالص جبنالك لبنان لحد عندك في المهانسين صح كده قربنالكو المكان ما فيش أكتر من كده دي عندنا الفان بيجي بتاعتهم وهنلاقي جميع أنواع التواصل كمان والفيسبوك وأرقام التليفونات والعنوان موجود فإحنا كده سهلنا عليكم كل حاج صح كده؟ تقريبا صحيح آه يعني خليكي بقى مالكة بقى خليكي مالكة كده في بيتك ونواري في بيتك عشان قاطر ما يخنكيش تاني صح كده؟ صح وقد ما تكلمنا ففعلا هي التجربة أكتر بس يجوه على المركز اللي عنه على السنتر وفعلا يحسوا المنتج يحسوا يشموا الريحة يشوفوا الملمز يشوفوا الأفاكت تبعه مختلف الحكي أو الشوفي غير الحكي والتجربة غير الشوفي بعد يعني نتجر ندير سألة مهمة جدا ونحنا يعني هدفنا نوصل ثقافي هي ثقافة 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 الجمال لازم توصل للناس صح بتنشرح يعني لازم يشرفونا كأنه عم يشوف معرض يشرفنا ونعطيه فكرة مش أكتر من هيك وتتفرجوا على المكان معنا الانستجرام كمان أستاذ عبدالله كنت هتعلن عن مفاجأة من خلال زا شو صحيح نحنا أكيد أول شي لحيكون عنا بيج إفن تقريبا بعشرة عشرة موجود بتاريخ عشرة 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 ولحيكون عنا مسابقة كتير كتير حلوية المسابقة بقى يا جماعة دي لازم لازم نركز كده ونسمعها كويس قوي تفضل المسابقة هده بس سكوب لألكم يعني لحيكون معمولة بطريقة معينة اللي بيربح معنا في سفرة لشخصين ويقامي في لبنان لمدة ستة أيام إقامة في لبنان لمدة ستة أيام لا أنا هأكد على كلامك صحيح هلا هتكون مقدمة حتى من ذهابهم من هون من مطار القاهرة إلى مطار بيروت واستقبالهم تحت هتكون احنا متكفلين حتى هنعملهم تور ويزوروا مصنع خان الصبون في لبنان ويعملوا تور حلو كمان احنا متكفلين فيه رحيكون من ألف إلى الياء ففيه شهر عسل لبنان ستة أيام نركز لو سمحت يعني ياريت يعتبر فانا شهر عسل المسابقة بقى يا جماعة عندنا كل وسائلة التواصل بتاعتهم نقدر ندخل على الفان بيديو بتاعتهم ونعرف المسابقة ونشترك فيها أستاذ عبدالله نورتني النهار ده وانا مبسوطة جدا بوجودك بتشكر زوئك وبتشكركم كلكم وبتشكر كل فريق الأعداد تابعكم وإن شاء الله يعني بحلقات تانية ان شاء الله انتظرونا بحلقات كتير قوي هنتكلم فيها عن المودة وعن صيحات المودة وزي نهتم ببشرتنا وجسمنا في لبنيز إليت دلوقتي هنروح لفاصل ويلا بينا